كابتن سيد عبد الحفيز كمان مدير الكرة النادي الاهلي رحب بمهاجم الاهلي الجديد وولتر بواليا وقال له انت في بيتك يعني ده اللي لسه بقوله انت في بيتك كل اللعيبة والجهاز الفني اخواتك وانت ضمن عيلتك وكل حد هنا هيساعدك وانا واثق ان انت هتتأقلم بسرعة جدا وهتقدم كل اللي عندك من قدرات خاصة وان انضمامك لنا بيعني اننا بنصق كتير جدا في امكانياتك وقال له كمان ان اللعب للاهلي مسؤولية كبيرة داخل وخارج طبعا الملعب وبتتطلب التركيز والاجتهاد وانك تكون على قدر ثقة النادي والجماهير خاصة ان الاهلي ليه مكانة مرموقة في مصر والوطن العربي وافريقيا اكد كمان كابتن سيد عبد الحفيز ان الاهلي بيصير قال له كده ان الاهلي ماشي على نظام محدد والكل ملتزم به وما فيش اي سماح بالخروج عن النظام ده في اطار علاقة محترمة بتربط الجميع كانت كل الناس الحقيقة عنيها على صفقة وولتر بوليا والحقيقة انه مش بس مهاجم قوي داخل الملعب زي ما كنا بنقول امبارح على ارقامه انه قد ايه تقلق مع الجونة وانه فيه تنوع في الاهداف بتاعته انه مش بس بالراس بيلعب كويس جدا ويجيب اهداف بالرجلين الاتنين بيجيب اهداف مش بس في المساحات الواسعة لا كمان في الكسافة العددية بيقدر انه هو يحول انصاف الفرص ويمكن لو ما فيش فرص يقدر يجيب برضو هدف وده كله مؤشرات كويسة جدا وكويس قوي ان اللاعب شايف قد ايه او فاهم قد ايه انه اللعب للنادي الاهلي مختلف عن اللعب لأي نادي تاني مع كامل الاحترام طبعا لارقامه وقد ايه هو مهاجم فيه مصافات وامكانيات ومهارات عالية جدا زي السرعة والقوة والتمركز في الملعب ولكن اللاعب النادي الاهلي والضغط الجماهيري او الضغط ان انت بتلعب بتيشرت افضل نادي في افريقيا ومن افضل الاندية العربية طبعا بيفرق جدا واعتقد انه هيكون قد المسئولية دي ده غير ان الموسيماني هيعرف طبعا يتعامل معاه نفسيا بشكل كويس ولكن غير داخل الملعب خارج الملعب معروف عن وولتر بواليا انه هو حد مجتهد جدا مركز جدا في الكرة وبس ودي من الاستفاة المهمة جدا لاي لاعب الحقيقي اي لاعب كرة في العالم كله انه يبقى تركيزه الاول والاخير طبعا في شغله في وظيفته في كرة القدر